موسيقى نشرة الأخبار من الميادين وفي عنوينها موسيقى هدنة اتهت ها بني فنثبت الخزعلي يعلن انتهاء هدنة المقاومة العراقية مع الأمريكيين ويصنف الوجود العسكرية التركية بالأخطر من الأمريكي قائد الجيش اللبناني يدعو إلى البقاء على الجاهزية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ويشدد على عدم التفريط بالسيادة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مادورو يعلن قرب انطلاق الرحلات الجوية المباشرة مع طهرانا وموسكو موسيقى والجيش الأذربيجاني يبدأ دخول مناطقا سحبت منها القوات الأرمينية قرب نجورنو كارباخ تطبيقا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الإقليم موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن دوافع المقاومة العراقية ضد القوات الأجنبية هي وطنية بحت ولا علاقة لأي جهة بها وكشف في مقابلة مع قناة العراقية بثتها قنوات عراقية عديدة كشف أنه راسل قائد قوة القدس العميد إسماعيل قآني مؤكدا له أن العصائب معنية بالرد على القصف الأمريكي لمواقع المقاومة واغتيالها الشهدين الحاج أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني أنا بالنسبة لي أرسلت رسالة واضحة وصريحة إلى السيد إسماعيل قآني أثناء وقت الصراحة أثناء وقت اللحن بعد ما كنا نشوف أنه أنا عبرت أنه هاي الضربات بدت تؤتي أكلها من إجل الأخ العامري والحكومة والآخر والكلام والآخرين يعني خلقوا صار شيء من الضغط نعم نلحق الأخ العامري نفسه وإن كان أنا أعتقد أنه كان مصيب في كلامه وكذلك صار كلامنا الأخوان في الجمهورية الإسلامية نعم الرسالة التي أنا وجهتها قبل فترة أنه تبين أن الطرف الأمريكي لم يلتزم ونحن كنا نعرف أن يلتزم بس كنا نريد تحقيق الأهداف الأخرى نعم ولكن يا أخوان خصوصا أخواننا حليفنا الاستراتيجي يمهوري إسلامية نعم كلامي بالنص الأمريكان يحتنون بلدنا وليستشهدوا بالقائم أبنائنا هذا كلام السيد قهاني نعم وذكره بشكل علاني ورسمي واليستشهدوا بالقائم أخواننا بالحشد والمخازن القصفة مخازن من الحشد والذي تم اغتياله غدرا بالمطار هو الحج أبو مهدي المهندس اللي هو رئيس أركان الحج الشعبي وحتى حج قاسم سليماني رحمة الله عليه هو كان ضير علينا فبالتالي إحنا معنيين بالموضوع بغض النظر عن حسابات أخرى معينة فمنه جاي رجاء إذا يجيوا حرجوكم ومسببوكم إحنا لا أحد يكلموا إيانا ولا نسمع كلاما إذا جاكم أحد إحنا دوافعنا وطنية مئة بالمئة وإن التقت المصالح فيما بيننا وبين الجمهورية صحيح لا كنت تقع مصالح بس دوافعنا وطنية وكاملة فإذا يجيكم واحد عراقي يقول يا بتفضل لدول العراقيين وأنتم عراقيين وحسبوهم أبنائكم إحنا موجودين الخزعلي أعلن أيضا انتهاء الهدنة مع الأمريكيين لعدم تحقق شروطها وصفا الوجود العسكرية التركية في العراق بأنه أخطر من الأمريكي نهاية الهدنة مع واشنطن أعلان جاء على لسان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يوضح أنها انتهت لعدم تحقق شروطها الشروط لم تتحقق وهدنة انتهت نعم فإحنا نثبت أول مرة نثبت المبدأ نعم وهو الحق الكامل في التصدي العسكري للقوات الأجنبية الموجودة يبقى التنفيذ والتكتيك إلى علاقة بتطورات وظروف الوضع هنا كان هناك شرطين لم ينفذ ولا واحد معهم مقابل استمرارة هدنة الشرط الأول هو جدولة البقاء القوات وفق جدول زمني معقول وجدول الثاني هو عودة سيطرة الدولة العراقية والحكومة العراقية مجموعة مواقف أطلقها الخزعلي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية من أبرزها تشديد على تثبيت المبدأ في الحق الكامل للتصدي العسكري للقوات الأجنبية إلى جانب امتلاك معلومات حول قضية وجود جاسوس من ضمن الرئاسات الثلاث وليست أدلة حسب قوله وبين التهديد العسكري الأمريكي للعراق وذلك التركي وصف الخزعلي تهديد أنقرة بالأشد والأخطر أن التهديد العسكري التركي المقبل سيكون أشد وأكبر وأخطر من تهديد الوجود العسكري الأمريكي الوجود العسكري الأمريكي المقبل سيشهد انحصارا أكيدا بوضوح حريص الخزعلي على تفسير ظروف تقلد الكاظمي رئاسة الوزراء شرح أن المصلحة اقتدت أخيرا مجيء رئيس وزراء شيعي علماني ليس إسلاميا غير مرتبط بإيران وقريب من الولايات المتحدة والخليج وعلى وقع انتظار النتائج الرسمية للانتخابات الأمريكية كان للأعلان عن فوز بايدن بالنسبة للخزعلي معنى ترجمه بأنه عودة للسياسة الأمريكية وفق سياقات معينة لها منطق معين لكنه مقتنع أن واشنطن لا تريد الخير للعراق والمنطقة بقدر تفضيلها الأمن الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي نبقى في العراق حيث ما زالت الكتل السياسية تبحث عن طريق جديد للتنافس استعدادا للانتخابات المبكرة تقرير محمد الفهد دوائر المتعددة التي فرضها القانون الانتخابي الجديد في العراق غيرت على ما يبدو من شكل التحالفات وطرق التنافس بين الكتل السياسية الاستعداد لهذا السباق المبكر لا يزال ضبابيا في ظل مرحلة تغيب عنها معرفة نسبة الجمهور الذي سيصوت لحزب معين في الدائرة الواحدة والتي غالبا ما تكون مزيجا من الايدولوجيات المجتمعية سنجد هناك حالة من المساومات ما بين الأحزاب السياسية وليس تحالفات لأن هذا النظام الانتخابي يقوم على آلية وتكنيك المساومة ما بين الأحزاب السياسية عبر الدوائر الانتخابية باعتبار أن كل حزب يدعو الحزب الآخر إلى أن يحشد أنصاره في هذه الدائرة الانتخابية ما سجل في الأيام الماضية ذهى بعض الكتل إلى محاولة إزاحة بعض الشخصيات التي تراها نافذة في بعض المحافظات وهذا جرى داخل التحالفات التي تمثل لونا اجتماعيا واحدا كما حدث مع القوى السنية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي فضلا عن الخلافات الداخلية الكردية وتعدد خيارات الكتل الشيعية المشهد المربك للقوى السياسية ناتج من قراءتها لحقيقة تغير مزاج الشارع العراقي وده واضح أن عدد منه استطلاعات أشرت أن هناك مزاج آخر نضج خلال الفترة الأخيرة من داخل كل البيوتات كردية سنية شيعية يعمل على خلط بعض التغييرات وهذا جزء من عندها مدفوع الثمن دخول الكتل السياسية العراقية مرحلة اختبار قدرتها على خوض غمار الانتخابات المبكرة دفعها إلى التريث في دفع المشرعين التابعين لها نحو حسم متطلبات الانتخابات ولسيما قانون المحكمة الاتحادية شكل التحالفات السياسية استعدادا للانتخابات المبكرة لا يزال غير مكتمل الصورة القانون الانتخابي الجديد طلص كثيرا من مسارات التنافس بين الأفريقاء لكنه ترك هامش المقبولية المجتمعية ليطل من خلاله المرشح الفردي على جمهوره محمد الفهد بغداد الميادين طلب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من العسكريين أن يكونوا على يقظة وجهزية تمة في مواجهة أعداء لبنان وفي أمر اليوم بمناسبة عيد الاستقلال أكد عون أن العدوة الإسرائيلية يهددوا بالاعتداء على لبنان وأن نياته العدوانية لم تتوقف وتطرق إلى المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي مشددا على أن لا تفريط بالسيادة الوطنية في المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية وأحذر العماد عون من الخلايا الإرهابية التي لم تكف عن التخطيط للعبث باستقرار لبنان الداخلي دانت سوريا بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وصف الزيارة بالخطوة الاستفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وعدها انتهاكا سافرا لسيادة سوريا وأشار إلى تزامن زيارة بومبيو مع اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على سوريا ودع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الزيارة لكونها انتهاكا للقرارات الأممية وفي سابقة لوزير خارجية أمريكي زار بومبيو الجولان سوريا المحتلة برقة نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي أمس وقال إنه لا يمكن الوقوف والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي أن دونالد ترامب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل وأضاف تصور معاناة الإسرائيليين لو كان الرئيس السوري بشار الأسد يسيطر على هذا المكان وفق تعبير بومبيو فاصل قصير ونتابع بعده النشرة أهلا بكم من جديد أعلن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو إطلاق رحلات جوية مباشرة بين فنزولا وروسيا وإيرانا في وقت قريب مادورو أكد خلال بث تلفزيوني أن الرحلات ستكون مباشرة بين كاركاس وموسكو وبين كاركاس وطهران ولفت مادورو إلى أنه تم التصريح حاليا لشركة كونفياسا للقيام برحلات منتظمة إلى الدومنيكان والمكسيك وتركيا أعلن الجيش الأذربيجاني دخوله إلى مناطق شهدت معارك مع أرمينيا قرب نغورنو كارباخ وذلك انفاذا لبنود اتفاق وقف الأعمال القتالية وحدات الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم أقدام الذي كانت تسيطر عليه القوات الأرمينية وهو من أولى المناطق الثلاث التي من المقرر أن تتسلمها أذربيجان تليها كالباجار والشين أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن قادة دول الاتحاد الأوروبي سينقشون الملفة التركية خلال قمتهم التالية في كانون الأول ديسمبر المقبل وقالت ميركل إن مباحثات زعماء الاتحاد بشأن سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط لم تتطور بالطريقة التي كانت تتمنها دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فزيلي نيبينزيا إلى وضع حد لتوريد الأسلحة ونقل المسلحين إلى ليبيا ما من شأنه تأجيج الصراع هناك نيبينزيا وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حذر من استمرار انتهاكات حضر الأسلحة المفروض على ليبيا فاستمرار توريد الأسلحة إلى هناك يمهد لانتشار التهديد الإرهابي في جميع أنحاء القارة الإفريقية وفق المندوب الروسي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني وليمز أبدت ارتياحها لسير عملية تطبيق اتفاق جينيف والتهديئة التي تسير قدما وذلك خلال إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي يسرني أن أنقل لكم حدوث تقدم ملموس في عملية بناء الثقة التي جرى الاتفاق عليها في جينيف إذ استؤنفت الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس وكذلك إلى سبها وجات وأوباري كما حصل تبادل للمعتقلين بمساعدة مجلس المشايخ ومساعدة اللجنة العسكرية المشتركة إضافة إلى أن التراجع الكبير في عدد الإصابات بين المدنيين مقارنة مع الفصل الثاني من هذا العام هو بمثابة تذكير بأنه متى صمطة المدافع يتمتع المدنيون بالأمان 22 مليار دولار لتطوير القطاع العسكري يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنها كافية لتعيد بلاده لتصبح أكبر قوة بحرية في أوروبا تقرير موسى سرور بوريس جونسون يقتطع من النفقات على وباء كورونا نحو 22 مليار دولار ويخصصها للإنفاق الدفاعي تفاخر جونسون أمام أعضاء مجلس العموم بأن بلاده تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في مجال الإنفاق العسكري والثاني على مستوى النيتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية الإنفاق العسكري الأكبر في تاريخ بريطانيا منذ الحرب الباردة سيتركز على تقنياته وإنشاء وكالة متخصصة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب قيادة فضائية قادرة على إطلاق صاروخها الأول بحلول عام 2022 الوضع الدولي أكثر خطورة وتنفسية من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة يجب أن نكون أوفياء لتاريخنا وأن نقف إلى جانب حلفائنا لتحقيق ذلك نحتاج إلى تحديث قدراتنا في جميع المجالات المعارضة لبريطانية رحبت بزيادة الإنفاق العسكري لكنها اتهمت حكومة جونسون بتفضيل المؤسسة العسكرية على حساب الفقراء والمحتاجين الذين تتزايد أعدادهم في بريطانيا فضلا عن إغفال منح زيادة في الرواتب للطاقم الطبي الذي يواجه وباء كورونا كما انتقد بعض أعضاء البرلمان البريطاني قرار الحكومة تقليص نسبة المساعدات الخارجية وحرمان المحتاجين في العالم من مليارات الدولارات سنويا نرحب بخطوة الحكومة بشأن المخصصات الدفاعية لكن هذا الإنفاق يفتقد إلى استراتيجية واضحة وهناك أمر مهم من أين ستعود الحكومة هذه الأموال؟ قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال السير نيك كارتر كان قد أعلن عن مخطط بأن يصبح قوام جيشه مائة وعشرين ألف عسكري بينهم ثلاثون ألف روبوت وقال إن هناك خططا لإجراء استعراض دفاعي لمدة خمس سنوات من شأنه أن يشمل استثمارا كبيرا في حرب الروبوتات زيادة الإنفاق العسكري البريطاني رسالة إلى أوروبا مفادها بأن بريطانيا بعد البريكزيت ستبقى القوة العسكرية الأقوى في الغرب وهي رسالة أيضا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يمكن الاعتماد على بريطانيا حتى لو كانت خارج الاتحاد الأوروبي مستصر لندن الميادين تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالمساعدة في وقف النار في أفغانستان موقف خان جاء في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأفغاني باكر يونس أو تقرير باكر يونس رئيس الوزراء الباكستاني على رأس وفد يتقدمه رئيس المخابرات في زيارة خاصة إلى العاصمة الأفغانية كابل تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أفغانستان أشرف غني أن باكرستان مرتزمة أساسا العمل على إيجاد استقرار أمني داخلي في أفغانستان اللقاءات الثنائية أكدت أهمية تفعيل العمل على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين ولا سيما أن باكرستان وأفغانستان دولتان يشترك شعبهما في كثير من الملفات الأمنية والاقتصادية زيارة لفد الباكرستاني تأتي بعد إعلان البنتاجون سحب ألفين من قواتها العسكرية في أفغانستان على أن تستكمل القوات الأمريكية سحب جميع قواتها في منتصف شهر مارس أذار عام 2021 الأمر الذي رحبت به حركة طالبان الأفغانية ألا تعتبرت التحرك الأمريكي نصرا لها هنا يبدأ المشهد الأمني في أخذ شكل مغير للصورة النمطية في أفغانستان القوات الأمريكية تنسحب من دون أي تراجع من جانب حركة طالبان والقيادة السياسية الأفغانية المعادية لطالبان ترى نفسها في مأزق أمني وسياسي الأمر الذي دفع باكرستان إلى التحرك بسرعة لضبط توازن الملف الأفغاني لما فيه مصلحة باكرستان وأفغانستان على حد سواء مع محاولات باكرستانية لإقصاء الهندي من المشهد الأفغاني بكل قوة ممكنة تسعى باكرستان إلى إيجاد استقرار سياسي وأمني في أفغانستان لما لذلك من أثر مباشر على استقرار باكستان الأمني خاصة بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بكر يونيس إسرام أبد الميادين تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند اعتبتت تسعة ملايين ما يجعلها في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة ووفق وزارة الصحة الهندية فإن عدد الوفيات تخطى 132 ألفا إلا أن هذه الأعداد يؤكد معنيون هي أقل من العدد الفعلي وذلك بسبب قلة أعداد الفحوص التي تجري في بلد المليار و300 مليون نسمة وفي الولايات المتحدة أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا أكملت المرحلة الثالثة من الاختبارات وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض وصف فاوتشي فعالية اثنين من اللقاحات بالاستثنائية وأكد أن الإدارة الأمريكية ستطرح اللقاح لعامة المواطنين نهاية الشهر المقبل كحد أقصى إلى الأردن الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات من جراء كورونا الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية تقرير لنا شهين مرحلة تفشي وباء كورونا تتسع رقعتها يوما بعد يوم ثمانية آلاف إصابة تقريبا سجلها الأردن كأعلى رقم قياسيا منذ انتشار الجائحة الوضع مقلق لكنه لا يزال تحت السيطرة عدد الفحصات عالي جدا مقارنة مع عدد السكان في عنا تقريبا من عشرين إلى ثلاثين ألف فحص يومي في عنا إيجابية هذه الإيجابية الهمة حوالي خمسة ألاف حالي الأشخاص ذوي اختطار عالي أشخاص مخلطين من درجة أولى وأشخاص عندهم أعراض هناك عشرات الألف من الحالات غير مشخصة وهذا لهم الخطر الكبير إجراءات احترازية اتخذت استعدادا لأي تدهور في الوضع الوبائي أمر دفاع جديد يفوض وزير الصحة وضع يده على أي مستشفى بشكل كلي أو جزئي من أجل استقبال مرضى كورونا الذين حولتهم وزارة الصحة حصرا لأن تصطيح المنحنى الوبائي حاليا هو بيت القصيد حدد المرضى الموجودين على أسرة الشفاء حاليا في المستشفى الحكومية والخاصة 2150 حاليا منهم 475 مريض في غرف العناية المركزة طبعا هذه أرقام نسبيا كبيرة بالنسبة لقدرة القطاع الصحي في الأردن في التعاون مع هذه الحالات إلا أننا اتخذنا إجراءات كثيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية الأردن على موعد مع وصول عشرة في المائة من اللقاح الأمريكي مطلع العام المقبل والكلام لوزير الصحة الذي أكد أن اللقاح سيكون من نصيب فئة المصابين ذوي الأخطار العالية آلاف المصابين يخضعون للعزل المنزلي والعمل على بناء مستشفيات ميدانية يجري على قدم وساق عقوبات مشددة أقرت ضد كل من يخالف إجراءات الوقاية الصحية والحظر الشامل لم يعد على طاولة النقاش حاليا فالحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي قبل الختم هذا تذكير بالعنوين الخزعلي يعلن انتهاء هدنة المقاومة العراقية مع الأمريكيين ويصنف الوجود العسكرية التركية بالأخطر من الأمريكي قائد الجيش اللبناني يدعو إلى البقاء على الجاهزية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ويشدد على عدم التفريط بالسيادة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مادورو يعلن قرب انطلاق الرحلات الجوية المباشرة مع طهران وموسكو والجيش الأذربيجاني يبدأ دخول مناطقا سحبت منها القوات الأرمينية قربانا جورنو كارباخ تطبيقا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الإقليم نهاية النشرة للمزيد من الأخبار زور موقع الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت في أمان الله اشتركوا في القناة